اشتركوا في القناة من قبل سموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة حيث يحرص سموه على حث جميع أبناء البحرين والمقيمين على أرضها المباركة بممارسة الرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة يومي وبهذه المناسبة قال سموه إن اليوم الرياضي الوطني مناسبة رياضية هامة تقيمها مملكة البحرين بصورة سنوية وتهدف إلى إعلاء شأن الرياضة البحرينية باعتبارها تمثل قيمة مهمة من قيم التعارف والتلاقي بين الجميع بالإضافة إلى كونها تحمل فوائد صحية على جميع أبناء البحرين علاوة على توعية المواطنين والمقيمين بأهمية ممارسة الرياضة اليومية وتبع سموه قائلا نحن سعداء جدا بأن تتحول البحرين في اليوم الرياضي إلى ملعب كبير وساحة رياضية تستقبل جميع أبناء البحرين والمقيمين على أرضها لممارسة الرياضة والتأكيد على أن الرياضة ليست فقط للعبين والمحترفين وإنما هي حق من حقوق أبناء البحرين وحثهم على ممارستها بصورة مستمرة حيث يستقطب اليوم الرياضي اهتماما جماهريا واسعا بالنظر إلى أنه يجمع كافة الفئات العمرية لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية منذ الصباح وحتى المساء وتابع سموه إن نتائج وأهداف اليوم الرياضي بدأت تظهر بشكل واضح على المجتمع البحريني بصورة عامة من خلال إطلاق العديد من الجهات مبادرات رياضية خلال العام وتشجيع الجميع على ممارسة الرياضة بصورة منتظمة بالإضافة إلى زيادة حجم المنشآة العامة التي تستقبل ممارسي الرياضة بشتى أنواعها علاوة على الوعي الكبير من قبل أبناء البحرين بمختلف الفئات العمرية بأهمية الرياضة وممارستها بصورة منتظمة وعدم اقتصارها على يوم واحد أو أيام محددة وحث سموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة جميع القطاعات في المملكة بإقامة العديد من الفعاليات الرياضية في اليوم الرياضي وقال سموه من المهم أن تقيم جميع القطاعات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني فعاليات رياضية مستمرة في اليوم الرياضي بالإضافة إلى تقديم الأفكار الإبداعية الخارج عن النظام التقليدي في اليوم الرياضي الأمر الذي يساهم في تحفيز المواطنين والمقيمين على ممارسة الرياضة بالإضافة إلى المشاركة في الفعالية الوطنية التي تتضمن العديد من الفعاليات الرياضية والبرامج المتميزة التي تسهم في ترسيخ قيم اليوم الرياضي وأهدافه ورسالته النبيلة شكرا